موسيقى حارس الرخاء أم حارس إسرائيل الحصيلة الخفية تفضح الكيان اللقير صهاينة العربي يتمددون موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حارس الرخاء أم حارس إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول أعلنت عن تشكيل تحالف عسكري لمواجهة صنعاء لمواجهة اليمن لمواجهة أنصار الله والقوات اليمنية الجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني العظيم الذي أكد مرة أخرى أن الحكمة يمانية وأن الدين يماني وأن اليمانية رايته أهدا عندما أعلن نصرة القضية الفلسطينية قوله فعل ليس مجرد شعار وهذا التحالف الذي أعلن عنه ولد ميتا باعترافهم هم أنفسهم لأن هذا التحالف كان قد أوجد سابقا والآن يريدون إحياؤه مرة أخرى مع بعض التغيير في مفردات الدول التي شكلته لكن اللافت للانتباه هو التسمية الوقحة التي أطلقت على هذا التحالف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أسمت هذا التحالف بتحالف الرخاء لكن هذا الرخاء لمن؟ هذا الرخاء هو للكيان الصهيوني اللقيط الذي يمارس القتل والإرهاب والتجويع بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق سكان غزة بشكل خاص تريد الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تحالفت يعني اعتمرت بأمر الولايات المتحدة أن تعزز من رخاء هذه الدولة العنصرية اللقيطة التي أسست على دماء الشعب الفلسطيني وليس فقط الشعب الفلسطيني الكيان الصهيوني المنظمات الإرهابية تذكروا هذا جيدا شوفوا الازدواجية في المعايير وشوفوا كيف يتم تحوير وتحويل الحقائق العصابات التي ذهبت إلى فلسطين المحتلة الهاقانا الشتيرين وغير هذه العصابات وعملت على تهجير الفلسطينيين بالقتل أيضا مارست الإرهاب مع القوات البريطانية آنذاك قوات الانتداب البريطاني تعرفون كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وعندما ذهبت العصابات إلى هناك عملت ضد القوات البريطانية مع أن بريطانيا هي التي أوجدت هذا الكيان وبريطانيا هي التي منحت الصهاينة اليهود الصهاينة أرض فلسطين وأذكروا وتذكرون وعندما تلاحظون في الأرشيف طبعا أقصد وتبحثون في الأرشيف الصحف البريطانية آنذاك كانت تصف اليهود لا تتحدث عن الصهاينة كانت تصف اليهود الذين قاموا بعمليات التفجير التي طالت القوات البريطانية واستهدفت آنذاك فندق الملك داود على سبيل المثال عملية معروفة مسجلة في التعريخ كانوا يصفونهم باليهود الارهابيين هذا كلام الإعلام والصحافة البريطانية وسائل الإعلام البريطانية بل حتى الحكومة البريطانية كانت تصف أولئك الذين قاموا بعمليات التفجير وقتلوا بريطانيين بأنهم يهود إرهابيون انتبه لكن الآن هم يعملون على دعم هذا الكيان الصهيوني اللقيط وكما قلت لكم هم الذين منحوه أرض فلسطين والتسمية حارس الرخاء هو حارس الرخاء أم حارس إسرائيل أم حارس الإرهاب يضاف له كما تعلمون الوقاحة الأمريكية بالإصرار على استمرار هذه الحرب وهذا العدوان بالطريقة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وليس هذا وحسب كشف النقاب بشكل رسمي عن مشاركة آلاف الجنود الفرنسيين والبريطانيين والطليان بشكل رسمي قاتلوا في أرض غزة مو هذا التحالف وقوات بريطانية تجي تقعد في البحر الأحمر أساطير لا 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 كشف النقاب مثلا الفرنسيين تحدثوا عن أربعة آلاف جندي فرنسي هؤلاء بذريعة أنهم يحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية يعني ما يسمى بالجنسية الإسرائيلية لكنهم فرنسيون زين عندما يتم واعتقال هؤلاء وأسر هؤلاء تتحدث الولايات المتحدة ويتحدث الغرب عن مزدوجي جنسي أو عن أسرى من جنسيات أخرى حتى يعمون ويغطون على أن هؤلاء أيضا هم يهود صهاينة إسرائيليون عموما في قضية اليمن في قضية اليمن وفي قضية هذا التحالف الذي ولد ميتا لاحظنا حتى في صحافة الكيان الصهيوني باللغة العبرية عنوين مثل تحالف عسكري لمواجهة صنعاء استنساخ الفشل نتيجة شحة أو شح الخيارات يعني الخيارات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية محدودة وبالنسبة لمن يسمونهم بالحلفاء أولا لماذا لم تشترك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وهل بالفعل أن المملكة العربية السعودية تحديدا حديث عن السعودية هي لم تشترك بهذا التحالف تعالوا نفصل الأمور من الصحافة الإسرائيلية ومن مراكز الأبحاث الإسرائيلية كلهم يجمعون الكتاب الصهاينة على أن السعودية هي منخريطة في هذا التحالف لكنها لا تريد أن تعلن عن مشاركتها بشكل رسمي خوفا من الصواريخ والمسيرات اليمنية لأنهم يعرفون جيدا عمق ودقة والضرر الذي ألحقته والألم الذي تلحقه الصواريخ والمسيرات اليمنية بالاقتصاد السعودي تحديدا وتأثير ذلك طبعا على الاقتصاد العالمي وإلا للبحرين البحرين من لا يعرف أن البحرين هي وكيل المملكة العربية السعودية وتأتمر بأمرها كيف تأتي البحرين وتتجرأ وتعلن عن مشاركتها في تحالف لا تتواجد فيه المملكة العربية السعودية صحيح ربما يقول قائل أن البحرين لأن فيها الأسطول الأمريكي الخامس لكن هذا أيضا لا يبرر للبحرين على الأقل أخلاقيا أن تشترك في تحالف هدفه هدفه الإبقاء على حصار غزة وتجويع غزة واستمرار قتل سكان غزة من واقع أن الأخوة في اليمن صنعاء يعلنون أنه أولا العمليات التي يقومون فيها في البحر الأحمر هي لا تستهدفوا التجارة العالمية أبدا التجارة العالمية ماشية وهي أكاذيب أنهم يستهدفون التجارة العالمية لا 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 هم يقولون السفن الإسرائيلية السفن المتوجهة إلى الكيان الصهيوني فقط ممنوعة من المرور من باب المندب وفي البحر الأحمر وإذا توقف القتل للفلسطينيين وإذا سمح بإدخال المساعدات الإنسانية لشعب غزة لسكان غزة فالأمور تعود إلى طبيعتها السابقة يعني شنو؟ يعني البحرين تشارك في قتل الفلسطينيين وتشارك في تجويعهم وإمراضهم وكل هذه المصائب التي ترونها وكما قال السيد الملك الحوثي في آخر خطاب له قبل إعداد هذا البرنامج بأن هناك من الدول العربية من يعرقل ليس فقط يعرقل عملية إيقاف هذه الحرب العدوانية ويعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة لا يعرقلون وصول الصواريخ إلى الكيان الصهيوني وبعضهم مثل المملكة العربية السعودية أعلنوا أعلن أنهم يقومون بصدها هكذا يقومون يعترضونها والآن المملكة الأخوة في صنعاء يعملون على طريقة لمعالجة هذا الموضوع بطرقهم الخاصة ولعل من طرقهم الخاصة أيضا هو تكرار ما حصل في بقيق والأرامكو وغيرها من الحقول النفطية المهمة جدا داخل المملكة العربية السعودية فعموما أحبائي الذي جرى ما فعله الأخوة في اليمن يجب أن لا يقلل منه أحد من شأنه أحد على الإطلاق جعلت عنق هذا الكيان الصهيوني في عهدة أنصار الله وحلفائهم والشعب اليمني عموما وكل من يساهم ولو بكلمة ولو بكلمة في دعم تحالف ولد ميتا هو يشارك في قتل الفلسطينيين وأريد أن أؤكد مرة أخرى على أن ما فعله اليمنيون وصلت تداعياته وآثاره إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب الانتخابات الرئاسية وجعلت بايدن بايدن تحديدا على خلاف مع الشباب الأمريكي أروح شوفوا الإحصاءات ودوائر النشر التي تقوموا باستطلاعات رأي فيما يتعلق بشعبية بايدن بين الشباب الحزب الديموقراطي والشباب الأمريكي بشكل عام وكيف تراجعت شعبيته بسبب موقفه من دعم الكيان الصهيوني وبعد إعلان ما سمي بحارس الرخاء ابقوا معكم الحصيلة الخفية تفضح الكيان اللقير في الحقيقة هذا عنوان من أهم العناوين التي قرأتها خلال الأيام القليلة الماضية في الصحافة الأمريكية بس شوي أنا تصرفت به العنوان الحصيلة الخفية هل تقلل إسرائيل من شأن مقتل جنودها وحقيقة هذا المقال هو استقصائي بحق وحقيق واعتمد على تحقيقات كثيرة منها تحقيق للشرطة البنقوسين الإسرائيلية فيما يتعلق بأحداث نوفا يعني أحداث نوفا هذا مهرجان نوفا الموسيقي الذي يبعد على بضع كيلومترات فقط من قاعدة رعيم واعتمد أيضا على ما نشرته صحف باللغة العبرية مثل يديعوت أحرونوت وكما قلت لكم أيضا اعتمد على أو فضح أكاذيب أكاذيب الكيان الصهيوني والقيادة العسكرية الإسرائيلية بن قوسين طبعا من فمك أو دينك كما فعلت سابقا الليبراسيون التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي عندما فضحت الأكاذيب فيما يتعلق بمقتل الأطفال والنساء وغير ذلك واتهمت بذلك حركة المقاومة الفلسطينية في مواجهة حربها الأطول والأكثر دموية ضد المقاومة الفلسطينية أكذا تتحدث المقالة حتى الآن تتعرض إسرائيل الآن لضغوط متزايدة من المؤسسات الطبية والإعلامية على حد سواء وأيضا طبعا من مؤسسات أو ما يسمى بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى ومن أسر الجنود الجنود وأسر الأسرى الذين أسروا من قبل حركة المقاومة الإسلامية لكي يكشفوا لهم حجم القتلى عدد القتلى الحقيقيين الذين يقعون في هذه المواجهات ويطالبون القيادة العسكرية والقيادة السياسية بالكشف عن الخسائر بشفافية مع ملاحظة يعني إحنا تحدثنا عن المجتمع الإسرائيلي لأنه قدنا هذا المجتمع باعترافاتهم هم ما عادة يعني ما عادة ما عادة يسمى بالشعب الإسرائيلي ما يوجد شيء يسمى الشعب إسرائيلي وهم يفكرون بالهجرة والكثير هاجروا ويهاجرون لكن الموجودون حاليا هؤلاء الموجودون في داخل الخيان الصهيوني الأكثرية منهم والصهاينة أتحدث عن الصهاينة هم مع إبادة الشعب الفلسطيني الباقين وقد بعضهم لا تهمه الخسائر وحجم الخسائر حتى المعارضة التي تتحدث عن يجب أن يحاكم النتنياهو ويجب أن يعني يصار إلى انتخابات جديدة مبكرة لعزله هم كلهم متفقون على أن هذا الكيان يجب أن يبقى الصهاينة أتحدث مع وجود خلافات مع وجود اعترافات بالفشل وعلى حساب الشعب الفلسطيني وطبعا الآن يعني هذه المطالبات تتعارض مع الأسلوب الشائع كما تقول الصحف الأمريكية المعتدلة أو التي اضطرت لنشر الحقيقة أن الأسلوب الشائع لدى التي تتبعه القيادة العسكرية والقيادة السياسية في الكيان الصهيوني وإخفاء الخسائر هذا معروف لأن هذا مو جديد حتى في الآونة الأخيرة هم يقولون سمحنا لبعض الصحف وتنشر بعض الخسائر هو صح لو تروحوا تراكب أنت الصحف مادة دسمة لكي تكتشف حجم الخسائر التي وقعت في صفوف الجيش الصهيوني للصحف من المنشور مع ملاحظة أنه هذا مو هو كل الحقيقة تزعم هذه الدولة العنصرية اللقيطة إسرائيل أن حماس نفذت مذبحة في مهرجان نوفا الموسيقي على سبيل المثال على بعد بضعة كيلومترات فقط من قاعدة رعيم ولكن وقعت معركة كبرى هناك أيضا وفي نوفا اعتراف القيادة العسكرية والشرطة والصحافة من هذا التحقيق قتل ثماء هذا مهرجان بس قتل ثمانية وخمسون شرطيا شرطيا إسرائيليا بما في ذلك من وحدات النخبة القتالية لمكافحة الإرهاب التابعة لشرطة الحدود المعروفة باسم يمام والتي كانت أول من رد على الهجوم كانوا موجودين وما كانوا نايمين وفي التحظمة المقاتل الفلسطيني شو سوى؟ ووفقا لتحقيق الشرطة الإسرائيلية تحقيق وكرر تحقيق الشرطة الإسرائيلية أنا أطلب من الأخ المخرج يضع هذا التحقيق خلفي على الأقل أو يستفيد منه في الجرافيكس فيما يتعلق بأحداث نوفا لو لم يكن هناك انتشار كبير للشرطة في ياد مردخاي على بعد حوالي ثلاثين كيلو مترا إلى الشمال لكان الإرهابيون كما يقولون هذا التحقيق الرسمي في طريقهم إلى تل أبيب في غضون أربعين دقيقة يعني محلاها ما كانوا نايمين ومحلاها العملية قوية والخسائر كبيرة لكن لم يكشف النقاب عنها في ذلك الوقت الآن بدأت تتسرى بالأمور كما سلطت الصحيفة الإسرائيلية التي نشرت هذا التحقيق وهذه الصحيفة هي Times of Israel Times of Israel كما سلطت هذه الصحيفة الضوء على الرقابة العسكرية الصارمة التي يمارسها الجيش على البيانات التي تنقلها المستشفيات نفسوها مستشفيات مضيحة أن أفراد انتبه أفراد وحدة المتحدث باسم الجيش أقعدهم قسم المتحدث باسم الجيش أفراد متواجدين وين في المستشفيات على مدار الساعة 24 ساعة ويراقبون كل بيان صحفي كل تصريح يطلع من جريح من ضابط من طبيب ما يتعلق بالجنود والجرحى والردود على استفسارات وسائل الإعلام التي يجب أن تحظى هذه الردود بموافقة هؤلاء في الرقابة العسكرية الصارمة وبالمثل ذكرت صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية طبعا في 9 ديسمبر كانوا الأول أنه في كل يوم يستقبل قسم إعادة التأهيل كل يوم حوالي 60 جريحا جديدا فقط في مكان واحد وأن الأعداد التراكمية منذ السابع من أكتوبر الأول الفلكية فلكية أكثر من ألفين جندي وشرطي وأعضاء آخرين في الجيش كلهم عسكريين ها ماكوا مدنيين والله حماس ارتكبت جرائم بحق المدنيين وقد تم الاعتراف رسميا بأن قوات الأمن معاقة جروحين مصابين كلهم 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 أصبحوا بوعو وقيد وطبعا كما تعرفون تزعم يزعم الكيان الصهيوني بأنه كما تذكر الصحيفة أن حماس نفذت مذبحة في مهرجان نوفا الموسيقي لكن التحقيق كشف أن هذه المذبحة التي يقولون أنها نفذت أولا ضحاياها من الشرطة العسكرية الإسرائيلية وحتى الذين قتلوا ممن سموا بالمدنيين كما كشفت التحقيقات سابقا وحاليا نفذها وهارتس نشرتها كما تعرفون وهددت من قبل نتنياهو بقطع الدعم المالي نشرت التحقيق للجيش للجيش يؤكد أن طائرة مسيرة أو طائرات هلكوتر عفوا إسرائيلية ودبابة قصفت المكان هذا مهرجان نوفا عموما يخرج هذا يعني تخرج هذه التحقيقات باستنتاج كل الحروب التي تشنها في القوسيا إسرائيل هذا عنوان مبنية على الخداع كلها بلا استثناء منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول نشرت القيادة العسكرية الإسرائيلية أكاذيب يقول أكاذيب وهذا قلت لكم موقع منشور وأنا سإن شاء الله أطلب من الأخ المخرج يستفيد من هذه الفيليغرافيكس لتأكيد مصداقية ما نتحدث عنه حول كل جانب من جوانب أحداث ذلك اليوم تحديدا يوم السابع من أكتوبر والحرب التي تلت ذلك لقد كذبوا بشأن قيام حماس بقطع رغوس الأطفال وقاموا بالتستر على حرق جنودهم ومدنيهم أحياء بنيران طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي والدبابات هم وهم ويواصلون الكذب بشأن التظاهر بالاهتمام بسلامة المدنيين الفلسطينيين الذين قصفوهم ويقصفونهم بلا رحمة لعدة أشهر باستخدام سلاح الجو فقط بذريعة أنهم يستهدفون مقاتلي حماس والبنية التحتية أود أن أشير قبل أن أختم هذا المحور إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن اعترفه اعترفه بأن هذا الكيان الصهيوني يمارس القتل العشوائي من يطلب منه يقول لقللوا من القصف العشوائي تدرون في القانون الدولي ما يسمى بالقصف العشوائي في الحروب هو جريمة حرب جريمة حرب هو يعترف يقول لهم قللوا من هذا القصف العشوائي هو طبعا ما هو شيء اسمه عشوائي هم يردون يقتلون المدنيين مع ذلك من فمك أودينك هذا القتل العشوائي هو استهداف للمدنيين واستهداف للبنية التحتية للماء لكل ما يتعلق بالحياة في غزة لأنهم لا يريدون الفلسطينيين أحياء هم لا يريدون أسراهم أحياء ولاحظتم ذلك في تعمد قتل ثلاثة أسرا إسرائيليين الثلاثين قتلوهم على الفور والثالث راح هرب هرب من عدهم يصيح بالعبري ويصيح أنا إسرائيلي قتلوه لأنهم لا يريدون بعد ما تم تبادل الأسرا في الفترات السابقة كما تعلمون وتحدث الأسرا عن معاملة الآسرين المقاومة الفلسطينية لهم وفضحوا أكذوبتهم لا يريدونهم أحياء وعدهم هذا البروتوكول المشهور بروتوكول هانيبال أسير نيت أفضل أسير جندي إسرائيلي أسير ميت أفضل من جندي إسرائيلي أسير حي يعني القائم على الأرهاب أبدا صهاينة العربي يتمددون أحبائي برز في فترة من الفترات في محيطنا الثقافي خصوصا بعد التطبيع الذي حصل من قبل مصر تحديدا يعني معاهدة كامب ديفيد برز مصطلح الصهاينة العرب الذين يشجعون على التطبيع مع الكيان الصيوني ويعملون الوفق نسق محدد لصالح الكيان مو بس للتطبيع الكارثة الآن هذا المصطلح يعني هؤلاء أقول بدأوا يكثرون بشكل واضح بعدما انتشرت الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي وهي هم كلها بيديوهم تقريبا يعني يعني الأغلبية العظمة من وسائل الإعلام هي بيد الكيان الصهيوني والكارتر الإعلامي الذي تقوده الولايات المتحدة واليهود الصهاينة اليهود الصهاينة وكرر نحن ليس نفذينا مشكلة مع اليهود إطلاقا بل هنالك كما قلت لكم وكما تعرفون الكثير الآن من اليهود الكثير حتى من قبل من اليهود هم يرفضون قيام الكيان الصهيوني والكارثة يعني بينما يتمدد اليهود الذين يرفضون هذه الدولة ويكثرون هذه الدولة الصهيونية وحتى من داخل الكيان الصهيوني حتى الكثير من اليهود الذين كانوا صهاينة يعترفون بأنهم كانوا صهاينة ويقولون على التلفزة يعني كنا صهاينة كنا نؤمن بهذا الكيان الآن نحن لا نؤمن بهذا الكيان ونعتقد بأن هذا الكيان زائل ويجب أن يزول لكن في المقابل في محيطنا العربي في عالمنا العربي العرب الصهاينة يتمددون ويكثرون بينما يفترض بالمعادلة أن تكون يعني مغايرة الحق جايبان الآن روحوا شوفوا كما قلت لكم في المحور السابق في قضية الولايات المتحدة الأمريكية وموضوع الشباب الذين يتراجعون يصبح يعني تحقيقات كثيرة حتى البسيحيين الإنجليين اللي هم يعترفون وهذا يراد لبحث أيضا مفصل وهم الصهيونية المسيحية الذين يعترفون بهذا الكيان ويؤمنون بأنه عندما يظهر المسيح يجب قبل أن يظهر المسيح يجب أن يجتمع هؤلاء اليهود في الشتات من الشتات في دولة واحدة وضطهم فلسطين قبل كان يريدون نفكر أن الطهم أغندا والأرجنتين ودول أخرى اليمن بعدين وقع الخيار على فلسطين المحتلة وعطيت لهم فلسطين هؤلاء يؤمنون بأنه يجب أن يجتمعوا هؤلاء في مكان شوف حتى ترى هذه هم بيها نوايا ربهم ما يفهموها الصهانلة أو ربهم ما يفهموها بس يقول لك قد تتغير الظروف لصالحه يجب أن يجتمعوا في أرض واحدة بعدين يطلع السيد المسيح فعليهم أن يؤمنوا به وإذا لم يؤمنوا به فسيتم محوهم من الوجود نجمحهم بمكان حتى بعدين نصفيهم إذا لم يؤمنوا بالسيد المسيح عليه السلام أقول هؤلاء أيضا يعني شبابهم في تراجع كبير وأنا لاحظت مناقشات كثيرة في قنوات فضائية أبرية يعني بالكيان الصهيوني وحتى محد واشنطن الذي هو طبعا تأسسته الأيباك هذه المنظمة الصهيونية يقرون في تقاريرهم ودراساتهم على أن هؤلاء في تراجع يعني تأييدهم للكيان الصهيوني في تراجع معروف ومكشوف أقول يعني مع كل ذلك لا لا طلعوا عندنا ذول اللي يروجون للكيان الصهيوني وهؤلاء ليس فقط يروجون للكيان الصهيوني وللتطبيع بل يعملون ضد المقاومة يعملون على شيطنة فصائل المقاومة يعملون على اتهام فصائل المقاومة وطبعا إيران بأنهم السبب أول مرة يدرجو لك يقول لك السبب في هذا التطبيع كله ولجوءنا إلى الكيان الصهيوني ونعترف بهذا الكيان الصهيوني هو إيران مع أنهم يخفون عمدا والأعلام كما قلت لكم بأيديهم أن التطبيع بدأ قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران ولازم نذكر يعني معاهدة كام ديفيد صارت وقعت تم التوقيع عليها في 1978 بعدها ما منتصر قمة بغداد دعت إلى حل شامل للقضية الفلسطينية للقضية التصفية القضية الفلسطينية بما سموه بسلام عربي جامع مع هذا الكيان وفق القرارين 242 اللي يعترف بحدود 67 1967 والقرار 338 يعني اعترفوا بهذا الكيان قبل القبل وجماعيتنا قبل الثورة الإسلامية في إيران المهم هؤلاء المطبعون هؤلاء المتصهينون هو المصطلح اللي أنا يسموهم الصهاين العرب أنا أسميهم المتصهينون العرب لأنهم أقل درجة من الصهاينة اليهود هذاك الصهيوني اليهودي يشعر بأن عنده قضية أما أنت العربي ليش ليش تحول القضية من الدفاع عن الوحدة العربية مثلا الوحدة العربية مو كان ميشيل عفلق يقول الوحدة طريق فلسطين وفلسطين وطريق الوحدة مو هاتش زين اش سوى حزب البعث هذا حزب البعث اللي ميشيل عفلق يأييده حزب صدام حسين راحوا حتى يعني مفهوم الدولة القطرية أيضا كرسوه بطريقة بشعة مو الدولة القومية والعروبة ودولة الوحدة وراحوا واحتل دولة الكويت وأراد أن يمحوها من الوجود وراد يتجه حتى إلى المملكة العربية السعودية السعودية صدام حسين وصدام حسين في قيامه بالحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية ومحاولة إخراج الجيش الإيراني والقوات الإيراني وهذا الشعب الإيراني من معادلة الصراع المتصهينون العرب أو الصهاين العرب عملوا في الفترة الماضية على تحويل الصراع من صراع بين الدول الإسلامية والعالم الحر وبين الكيان الصهيوني ومن يقف خلفه إلى سموه بالبداية الصراع العربي الإسرائيلي وتذكرون جيدا الشاه إيران يقول لك أنا شو علاقتي هم يقولون صراع عربي إسرائيلي شاه إيران وراح فتح سفارة للكيان الصهيوني ووجت الثورة الإسلامية غلقت السفارة ورفعت شعار تحرير فلسطين وأول أول السفارة لدولة لدولة مو سفارة مو ممثلية لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية لا سفارة دولة فلسطين أول السفارة في العالم وقيمة وافتتحت في الجمهورية الإسلامية ويجون دول الصهاين العرب شي سوون يشتورون على تغيير العدو من إسرائيل هذا الكيان الصيوني إلى إيران وطبعا من معه من يؤيده من فصائل مقاومة والتركيز الآن على إيران وأين إيران ويحاولون أيضا يغيرون في الصورة في المعادلة مصر التي هي السبب الرئيس مصر كام ديفيد وليست مصر الشعب المصري العظيم الذي لحد هذه اللحظة يرفض التطبيع مصر الأردن منظمة التحرير الفلسطينية هذول اللي وقعوا معاهدات كام ديفيد ومعاهدة وادي عربة اتفاقية وادي عربة وأوسلو وبعد ينصارت إبراهام أو إبراهيم عليه السلام مصر هي الأساس يعني لو لا مصر لما ذغبت الأردن والأردن بالمناسبة روح يشوفوا تصريحات المسؤولين الرسمين يقولون نحن ذهبنا لأن الحرب التي شنها صدام على الكويت أضعفتنا بعد بعد احتلال الكويت احنا اضطرر الأردن اللي كانت حليفة لصدام حسين اضطررنا للذهاب إلى وادي عربة عام 1994 لأنه صدام أضعفنا يعني مو إيران مو إيران زين الآن شوفوا في وسائل الإعلام أين مصر من وسائل الإعلام أين مصر من الصهاينة والمتصهينين العرب لماذا لا يتحدثون عن الدور المصري في إضعاف العرب وإضعاف قوتهم وجعلهم يتسكعون أقصد الأنظمة أمام الولايات المتحدة وعند المولايات والله الريد قرار لإيقاف العرب بس بشروط بشروط تسمح لهذا الكيان الصهيوني على التمدد وأن تكون له اليد العليا دائما فمع كل الأسف يعني الآن هم يروجون للقومية اليهودية مع أنه لا توجد قومية يهودية هذول المتصهينين العرب مع أن الصهاينة اليهود أقروا بأنه لا يوجد شيء باسم القومية اليهودية ويروجون للإقليمية البغيظة ويروجون أيضا للعداء مع فصائل المقاومة بل يعملون على إضعافها وعلى وعدها ويحرضون عليها لا هم يروحون يساهمون في تحرير فلسطين وتعزيز روح المقاومة لا لا يشوفون ياهو اللي يوقف مع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني صهينا العرب يضعفونه يروجون حوله الأكاذيب وينشرون حوله الكذب والتظليل ويخلون وسائل وشوفوا وسائل الإعلام باللغة العربية أين إيران والجمهور المقاومة فقط يرد ويدافع مع أنه يجب فضح هؤلاء لأن عملية الطوفان الأقصى كشفت عن أسماء هؤلاء الجواسيس رسميا المتعاونين رسميا مع الوحدة 8200 وغيرها من الوحدات الاستخبارية الصهيونية التي تروج لظاهرة الصهاين العرب بطرق مختلفة بطرق مختلفة وطبعا في الفترة الأخيرة أيضا يركزون على الوقيعة بين المقاومة وجمهور المقاومة يغز تحديدا وفشلوا ولن يتنجحوا أبدا ويتمددون بس شو يتمددون في وسائل التواصل الاجتماعي ويفضحون أنفسهم لكن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الشعب الفلسطيني كما نصرهم بالرعب عندما نفذوا عملية طوفان الأقصى وقذف في قلوبهم الرعب وحققوا ما حققوه من انتصار كبير إن شاء الله سيستمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا مفعولا